هذا وأجرى لتلفزيون المصري لقاءة مع عدد من النواب بشأن مشروع الموازنة حيث أكدوا ضرورة ترشيد الأنفاق الحكومي مشيرين إلى أن الظروف التي يمر بها العالم تؤثر على الأوضاع الاقتصاديات بمصر كنا مصدد منقشة الموازنة العامة لعام مالي 24-23 ويمكن لجنة خطة والموازنة في تقريرها أدراجة العديد والعديد من التوصيات الإلزامي على الحكومة ناية التباحة لمواجهة كم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية الآن ويمكن أبرزها عندنا العديد من المذايا الممنوحة لعدد كبير جداً من العاملين في قطاعات الدولة مهم جداً نحن نضبط ونرشد الأنفاق الحكومي عشان نواكب حجم التحديات اللي نحن بنمر بها الآن في الموازنة التقديرية المقدمة من الحكومة ووصل دعم السلع التموينية لـ 128 مليار جنيه بزيادة أكتر من 40 مليار جنيه في تأديه هذا أمر جيد لا سيما أن التقارير الدولية بتتكلم حوالين اعتدال سعر الأمح بعد الوفرة اللي خارجت في كندا وبعض الدول الأوروبية وده اللي دعاني للموافقة على التقارير العام الصادر من لجنة الخطة والموازنة كلنا عارفين طبعاً الظروف والتدعيات السياسية التي يمر بها العالم جميعاً وأثرها على الأوضاع المالية والاقتصادية يعني الموازنة يتم منقشتها ووضعها في ظل ظروف متغيرة ومتلاحقة بشكل كبير كان لنا حرص على سلاسة أرقام أساسية في الموازنة الرقم الأول هو فيما يتعلق بالأجور العاملين في الدولة اللي ارتفع من 410 مليار إلى 470 مليار لأنه سيتضمن تعيين 70 ألف موظف في العام المالي القادم في قطاع التعليم 30 ألف موظف في قطاع الصحة 30 ألف موظف 10 ألاف موظف في القطاعات الأخرى حسب الاحتياجات الفعلية أيضاً كنا حرصين على تحقيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على محدود الداخل والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت لحوالي 100 مليار وصلت لحوالي 530 مليار في موازنة العام المالي 23 و24